البداية مع تجربة متفردة لعالم العمارة والتصميم الداخلي أثناء دراستة الهندسة المعمارية بجمعة بيروت العربية أدركت مريم غانم أنها ميالي للفراغ الداخلي أكتر من الخارجي ومع توسع معرفتها بتاريخ العمارة اللبنانية لاحظت كيف أنه عم نخسر هويتنا داخل منازلنا يلي صار بيغلب عليها النمط الاستهليكي والأفكار المستوردة وما عادت تشبهنا هيك وإمينا منا بأنه محيط المرء بيأثر على حياته وبأهمية الإرث الثقافي والفني يلي بنملكه كالبنانيين وعرب ولدت فكرة دار مريم بعام 2015 بهدف تسليط الضوء على هويتنا واستعادتها وبما أنه المشروع المتوجه لكل الفئات العمرية شخصي سمته غانم بإسمه خصوصا أنه الدار برأيها هي كلمة بحجم إنسان بتختصر الحنين والانتماء والحب مريم غانم أنت ضيفتنا اليوم كيفك؟ الحمد لله مريم أنا عرفت عنيك بياللي أنا أدرأ أن أعرف عنه بس أكيد بحب أكتر أنك تعرفين عن حالي أنت شملتي كتير أساس أنا إذا بدي عارف عن حالي ما تبقى يعني من عرفتيهم أنت أنا دايماً بقول أنه الشي الأساسي عند متوحور حول حبي للمدن يعني حب المدن المدن اللي هي مكونة بالأساس من الفن المعماري والتصميم الداخلي والشي اللي حسيته بجمالية كبيرة بالتصميم الداخلي خلاني أكتر أكون شغفة هو مدن عمارة ومن ثم الرحلة حطت عند التصميم الداخلي للمنازل طيب نحن من 2015 كنا قلنا أنك بلشت مريم بدار مريم خبريني يعني مع كل الطلعات والنازلات للأسف اللي عم مرأنا فيها وبعدنا عم نمرأ فيها بالبلد قدرت أنك تحيق أحلانك؟ سراحي يمكن هي كانت فترة منيحة كلنا هيك أخذنا نفس فيها وعدنا التفكير بالأساس كانت فترة كتير منيحة لألي لأنه مننا قررت أنه أنا أطلع دار مريم كان أكتر ديزاين وأساس خاصة بأطاة منزلية خاصة بالهوية العربية قدرت بهالفترة أقدر أسس لأنه يكون عم فوت أكتر على التصميم الداخلي ويكون أشمل وأوسع هيدا الشي اللي عم بشتغله أنا حبيت طريقتك الإيجابية بالتفكير يعني كمانا بس خبريني شوية مريم هيدا الهوس باللغة العربية شو ما نبعه منه؟ الهوية العربية واللغة العربية يمكن لأنه هين كتير تكوبي الأشياء اللي منشوفها بره بالمودة بالستايلات العالمية بس مش هين تكوبي بيشبهنا عن جاد وبيشبه هويتنا ومن نحنا يعني ويمكن قليلا نلاقيه يعني أكتر بتلاقي الأشياء العالمية أكتر اللي عم ننقلها صحيح صحيح مية بالمية طيب خبريني كيف بتوصفي الستايل الخاص فيك على كل مشروع له خصوصيته بس أنا إذا يتاح لي الفرصة وبنترك مثل ما أنا ويكي ماي كلاينت صاروا بيجوا بحبوا أنه أنا شو بشتغل أنا كتير بحب الخامات الطبيعية تكون موجودة بقلب البيوت تبعتنا إشياء اللي بتشبه يعني للأرض وتشبه المزبوط الأشياء الألوان حتى اللي بتشبه الخامات الطبيعية بحبه كتير بتشبه الطبيعة الأوليف غرين الألوان البيجيات هيدا يعني الطاغي أكتر بس أكيد أنه حسب البروجيت بروح أكتر أكيد يعني كلاسيكية مودرن فينا نقول كمينا ماريا طيب كمينا خبريني يعني تتبعي صحيحات الموضة بتصميمك وكل شي بديك تتنفذي ولا بتتغاضي عن الموضوع في المتريكي شوي موضوع صحيحات الموضة بس صحيحات الموضة هو الشي بيروح و بيرجع بيجي هو زيته بيرجع بيروح و بيرجع بيجي هو زيته مثل السارت يعني عم تعلوب مزبوط ممكن في اشياء بالسكستيز بالسفنسيز بترجع بتدرج هلا نفس الشي بالانتيرير بالعمارة الداخلية صح مثلا في شي عنا ما تريل اسم تيرازو وهي بلات بيوت قديمة كتير ببيوتنا كانت موجودة اللي فيها هيك بنقطة هلا ترندي يعني طوب ترندي هلا اللي انت بدك اياه وتدرك اللي بتحسي انه كتير ترندي و رح يروح يتصير بسرعة نزود طب الى جانب هيدا الصيحة اللي خبرتنا عنا ترندي شو في بعض ترنديات هلا لحسنا الحظ بما انا قلتلك بحب الخامات الطبيعية هي الخامات الطبيعية هلا الطاب الترندي صار لكذا السنة حتى الالوان الناتشرال كولورس هي كمان كل شي قاش كل شي هيدا عم يرجع يفوت كلها بالترندي وصارلوا الوقت ورخام والكونكريت بكل احوال يمكن الطابع هيدا الهادي يلي بتمثله الارضيات يلي عم تقولي عنا هي يمكن شغلة كلاسيكية وبتضل دايما مريم معنا مزبوط مزبوط انه صعب تزهق منها بسرعة مية بالمية غير الاشياء القوية غير الاشياء اللي ممكننا مية بالمية مية بالمية طيب كمانا بنا نعرف منك الاخطاء مريم يلي حسب خبرتك من بعد كلها سنين اللي عم تشتغل فيها الاخطاء اللي بيرتكبها الشخص لما بيقول والله انا عندي هيدا الاسفيس هلا او ابدي يكون في عنده تصميم فيها هلا حسب الشخص اذا عنده عارف شو بده عنده شوي خلفية معرفة ومش دروي يكون مهندس بس يكون عنده معرفة هو شو بده يعني في ناس بتنجح تزمو بس الاكترية لا بيكون فيه اررز كتير كبير مثل ممكن ينعاد الشغل كذا مريا يعني لما كنا عم نعمل اخطاء عم عيد شغل كذا مريا هيدا شي بخلينا نفقد وقت صح مادية مصاري عم عيد شغل كذا مريا على قلة معرفتك ممكن تختاري ماتيريال مش مزبوطة للفنكشن اللي انت بدك اياها صح تختاري المواد الخاطئ كمان بوقعك بغلط انه ترجع تعيد الشغل فهو الجابس المهندس بيدمن انه هو يعمل كنترول عليهم اكتر يعني برأيك نحنا لازم وضرورة انه نستعين بشخص عنده خبرة احسن ما نصير نحنا نشير ونضبط ونبني عفاك من الاول يعني مزبوط كمان بكل الاستصاصات كمانا خبريني شوي على المشاريع اللي نفت يا مريا صح بصار عندي عدة بورتفوليو طويل مطاعن كافي شابس اكيد شاو فيل السكنية شابس اتياب ارغانيك شابس في اشياء كتير نفزناها يعني بهال ثلاث سنين الماضيين وكانوا يعني انجازات الحمد الله نحنا كمان فينا نتواصل معك عبر السوشيال ميديا على انستجرام على البيج ونقدر نحكيك برسالة عبر الديام مزبوط وكمانا فينا نتواصل معك بالتليفون شكرا شكرا